التعليم أساس تقدم الأمم وركيزتها التي تستند إليها نحو الرقي والازدهار وإهمال التعليم جريمة ترتكب بحق الشعوب والأمم كما يحدث للأسف في عراق ما بعد 2003 في ظل غياب سياسات تعليمية واضحة على جميع المستويات وزارة التعليم العالي الحالية في العراق تخادع الشعب بإنجازات وهمية تسعى من خلالها إلى تضليله عما تمر به مسيرة التعليم من انتكاسات وتعثر وتبعية لأجندات دول أخرى مثل إيران التي تعد جامعاتها من أسوأ الجامعات في العالم من حيث جودة التعليم ومنح الشهادات المزورة فترى الحكومة الحالية تسارع في افتتاح فروع لجامعات إيرانية فضلا عن إبرام 158 مذكرة تفاهم بين الجامعات العراقية والإيرانية خبراء التربويون أكدوا أن الفساد الحكومي ونظام المحاصصة الطائفية وراء تجدد الأزمات وانهيار التعليم بدءا من نقص الكتب والأبنية المدرسية إلى وضع المناهج من رياض الأطفال إلى التعليم العالي ما أثر بشكل مباشر على المنظومة التعليمية في بلاد خرجت من التصنيفات الأممية لجودة التعليم ومنها خروج العراق من مؤشر دافوس لجودة التعليم نتيجة التخبط في رسم السياسات التعليمية من جانب آخر كشف مدير عدد من المدارس عن حالات العنف داخل مؤسسات التعليم حتى أن الطلبة بدأوا يحملون الأسلحة والسكاكين داخل المدارس مشيرين إلى أنه لا يكاد يمر أسبوعا إلا ويتم تسجيل اعتداء من قبل طلبة أو ذويهم على المدرسين والمدراء دون أي رادع من الحكومة مع وجود سلطات أقوى من الدولة تتمثل بالميليشيات المتنفذة العراق سجل خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا في مستوى الأمية بلغ نحو 47% بحسب منظمة اليونسكو فيما حذر باحثون التربويون من خطر عمليات التدمير الممنهجة بحق المنظومة التعليمية في العراق ووصفوه بالفقير والمتهالك بسبب النهج الذي تتبعه الحكومات المتعاقبة لإسقاطه من خلال تكليف عناصر غير مؤهلة في قيادة دفة التعليم في البلاد ترجمة نانسي قنقر